رمضان كما أيضا تتجسد فيه عادات وتقاليد اجتماعية جميلة راسخة في الوجود السوري منذ فجر التاريخ وتقوم على حسن التضامن والتآلف والقربة وقد أعطاها شهر رمضان معنى صلة الرحم بمضامنها الاجتماعية الجميلة لنحكي أكثر مشاهدين عن هذه العادات والتقاليد بسرنا يكون معنا بالاستوديو ابنة ريف دماشق الأستاذ ليلى صعب مدير المركز الثقافي في الميدان رمضان كريم وأهلا وسهلا رمضان كريم الله أكرم كون حضرتك من ريف دماشق حابين نعرف المشاهدين على التفاصيل الجميلة في هذه المحافظة الجميلة أيضا خلينا نروح قبل ما نبتدي هذه الحلقة نروح لتقرير عن محافظة ريف دماشق نتابع إذن مشاهدين هذا التقرير ثم نعود لنبدأ الحوار محافظة ريف دماشق إحدى المحافظات السورية تم إحداثها بتاريخ العشرين من شهر كانون الثاني لعام الف وتسعمائة واثنين وسبعين وتحيط بالعاصمة دماشق من جميع جهتها وتم اعتماد تسميتها كمحافظة مطلع سبعينيات القرن الماضي وتعد دوم أكبر مدنها وتتضمن محافظة ريف دماشق تسع مناطق وسبعا وعشرين ناحية وثمان وعشرين مدينة ومائة وتسعين قرية وتمتاز المحافظة بتنوع التضاريس والطبيعة بين السهول والسهوب والجبال العالية والوديان وتنتشر المصايف والأماكن السياحية في أرجاء مدن وبلدات المحافظة ويساعدها جمال الطبيعة على ترسيخ السياحة المتأصلة فيها منذ زمن بعيد وتمتد المحافظة لتحيط بمحافظة دمشق العاصمة بشكل شبه دائري مع امتدادات في جميع الاتجاهات مكونة قوسا من الخضرة وبساتين الفاكهة بعد أن تابعنا هذه المادة أستاذ ليلى أعود وأرحب بك أستاذ ليلى الصعب مدير المركز الثقافي في الميدان أهلا ومرحبا بك في برنامج قناديل رمضان بدنا نحكي شوي عن طقوس العادات والتقاليد برمضان وإلى أي درجة تختلف وثيرة الحياة اليومية بتفاصيل الكثيرة بين باقي شهور السنة وبين الشهر الفضيل شهر رمضان فمنلاحظ كثير من الحياة الاجتماعية العملية تختلف بين باقي شهور السنة وبين الشهر الفضيل النشاطات اليومية كونه بتكتر العبادات بالشهر الفضيل السهر في كثير من الأمور بتتخربط بشهر رمضان المبارك برأيك لأي درجة بيكون هناك فروق يعني هل هي عادات صحيحة أم لا أنه يكون هذا الشهر مختلف عن باقي شهور السنة طبعا رمضان كريم عليكم وعلى المشاهدين بطبيعة الحال طبيعة هذا الشهر وطبيعة العبادات والصوم وموعد الإفطار وموعد السحور يعني كل هذا بطبيعة الحال سوف يؤدي إلى تغير فيه البرنامج اليومي هناك تفاوت في هذا التغير بين الريف والمدينة يعني بالريف لاحظ أنه أقل التغيرات باعتبار أن كان العمل كما تعرفين أنه رمضان يمر بكل شهور العام وكل فصول السنة فلا يستطيع الفلاح أن يعطي العمل يعني هناك بعض الأشياء التي لا تنتظر حتى لو كان شهر رمضان فهو يقوم بأفا يعني بالأيك النشاط بيكون أكثر في المناطق الريفية بشهر رمضان بالعكس أنا أجد في بعض المناطق الريفية أن رمضان هو فرصة لإطالة وقت العمل باعتبار أن هناك لا يوجد غداء مبكر أو استراحة غداء يعني يستغلون فرصة بيكون وقت أطول لإنجاز الأعمال والقيام بالأعمال حتى سيدة المنزل عندما ترافق زوجة إلى الأرض أو إلى الحقل أو غير ذلك فهي تكون يعني لا يوجد لديها تحضير طعام إلا في وقت متأخر وهذا يعني حقيقة هذا يعني بيقودنا لفكرة أن بعض الطقوس وبعض العادات هي دخيلة علينا وخاصة في المدن مثل موضوع النوم نهارا يعني هناك الكثير اليوم ممن يصومون يعني فينا نحكي عن شريحة الموظفين أو أصحاب الأعمال الحرة مثلا ضمن المدينة عم نتحدثون نحن يعني هل ممكن نحن نحكي أو حتى ربات المنزل يعني خلينا نحكي عصائل نبدأ مثلا ربات المنازل مثلا ربات المنزل في الريف تختلف عن ربات المنزل في المدينة ربات المنزل في الريف لا تستطيع أن تنام حتى الظهيرة على سبيل المثال طبعا هناك اليوم هناك يعني انزياحات في هذا الموضوع وهناك تغير في نمط الحياة وهناك تراجع في موضوع الزراعي وبالتالي يعني قد تقترب بدأت تتشابه بعض العادات لكن أنا أتحدث عن فيما مضأ أتحدث بشكل عام عن الريف أن السيدة في الريف لا تستطيع أو لا ينبغي لها أن تنام حتى وقت متأخر مثلا حتى الثالثة أو الرابعة بعض الظهر ثم تستيقظ فقط لتعد الإفطار وثم تتابع لتسهر طوال الليل هناك مهام يجب إنجازها في الصباح الباكر لذلك كانت السيدات يعني تنهض صباحا طالما هنا لا يوجد تحضير للفطور اليومي فهي تقوم بأعمالها تذهب إلى الحقل تنجز أعمالها طبعا إذا كان الرمضان في المواسم العمل قد يكون الموسم شتاءا والموضوع يعني بيختلف بين الشتاء والصيف من فصل لآخر وعندما يقترب موعد الأفطار تقوم بإعداد الأفطار بطبيعة الحال هناك الترويح وهناك الصلاة يعني الجماعة وهناك أيضا السهرات والزيارات ولكن لا يوجد يعني تواصل بين اليوم يعني هذه سمة المدينة يعني وصل وقت الفطور لوقت الصحور لا يوجد نوم أو استراحات أبدا يعني تخلض الأسرة إلى الراحة وإلى النوم ثم تستيقض على موعد الصحور لتتناول صحورا خفيفا ويعني تعود للنشاطة اليومية أو أنها يعني تبدأ يومها تبدأ نشاطة أستاذي ليلى إذا أردنا أن نتحدث عن الحركة الثقافية أيضا كونك مديرة المركز الثقافي في الميدان يعني تضعف الحركة الثقافية أو النشاط الثقافي بشكل عام في الشهر الفضيل أم هناك برنامج محدد يعني تحضيرا للعيد مع الأسف ثقافيا يعني لنواكب الشهر بطريقة أولا تنتهي الدوام بالمؤسسات الثقافية أغلبها بحدود السادسة فلذلك يعني النشاط المسائي يكون متزامن مع فترة الأفطار أو قرب الأفطار أو ما قبل الأفطار بقليل لا يوجد لدينا نشاط بعد الثامنة إلا ما ندر والغريب أننا نتوقف عن نشاطات الثقافية في حين تنتقل هذه النشاطات الموسيقية والثقافية إلى الكافهات أو الخيام الرمضانية ويعني كنت اقترحت سابقا يعني أنا أتمنى أن تتحول المراكز الثقافية التي يعني تمتلك يعني أن يتحول هذا الدوام فيها إلى يعني أن يكون مسائي وأن يعني تطلع بهذه الأدوار طبعا يعني لا يتوقف النشاط نهائيا لكنه يخف يعني يقتصر على بعض النشاطات النهارية أحيانا استقطب الأمهات بعض السيدات بعض النشاطات التي تكون يعني قبل الثالثة دعيني أقول نعم في من برنامج خاص للعيد يعني نحن نعلم أنه ممكن يكون هناك برنامج خاص بالأعياد وخاصة بالنسبة للأطفال يعني غالبا في المراكز الثقافية إذا أخذنا بشكل يعني مخصص نستقبل بعض هناك يمشط تنشط بعض الفرق المسرحية وتقوم مدرية المسارح سنويا في أثناء العيد بوضع برنامج لاحتفالية مسرحية فتوزع المسرحيات على عدد من المراكز الثقافية يكون فرصة للأطفال أيضا للخروج لكن لازالت يعني طبعا نحن نتحدث أيضا حسب ظروف راهنة يعني لا نتحدث بالشكل المثالي نتحدث بهذا الوضع الاستثنائي وهذه الظروف الراهنة يعني ليست على قدر الطموح لأنها ترتبط بالإمكانيات ترتبط بوجود الفرق ترتبط بالظروف المادية ترتبط بالطاقة يعني هناك عدد من المعوقات مما يحول يعني لماذا لا تكون على سبيل المؤسسات الثقافية هي مكان يقضي فيه الأطفال العيد نحن أكثر ما نكون بحاجة إلى تفعيل هذه المراكز هو في هذه الآونة كون يعني ذكرت الوضع الاقتصادي الضاغط وكون هي المركز الأأمن لأن يكون متواجد هذا الطفل أو هذه العائلة ضمن هذا المركز والمحتوى الذي يقدم هو محتوى مدروس بشكل كبير جدا يعني بدل أن يذهب الطفل إلى الخيام الرمضانية يجد التسلية هو والعائلة بشكل كبير وبأسعار زهيدة جدا إذا لم تكن مجانية ضمن المراكز الصحافية يعني نعاني طبعا من نقص الكوادر يعني ككل الوزارات وكل المؤسسات نعاني أيضا من نقص الطاقة موضوع الطاقة وتوفر الكهرباء وغير ذلك الذي يعني هي شيء ضروري لتشغيل المسرح وتشغيل السينما وتشغيل الموسيقى وغير ذلك لكن طبعا أوفق الرأي أنها يعني في ظل هذه الظروف يجب أن تكون توجه العناية إلى هذه الأماكن يعني كي تستقطب الأطفال ونحن طبعا على أبواب الصيف يعني سوف نخرج من الموسم الرمضاني إلى العيد يعني امتحان ثم الصيف أيضا يعني يجب أن تكون هذه المراكز يعني أنا أتحدث عن مركز الميدان الذي يستقطب سنويا يعني ما يزيد عن 500 أو 600 طفل في ورشات عمل مختلفة طبعا بالظروف المتاحة بالإمكانيات المتاحة ودائما بجهد المتطوعين أكثر مما يكون بجهد الكادر يعطيكم ألف عفية أستاذ ليلا نحن رح نتابع الحديث لكن بدنا نروح لمنحة آخر اللي هو العادات والتقاليد في محافظة ريف ديمارش كونك ابنة هذه المحافظة لكن البداية يسمحي لنا نروح لتقرير عن التقوص الرمضانية بشكل عام نتابع هذا التقرير ثم نعود لنا خص بالحديث محافظة ريف ديمارش نتابع إذا المشاهدين تكريزة رمضان جرت العادة لدى الدمشقيين على ممارسة بعض التقوص والعادات الدمشقية القديمة حيث يقومون بتوديع ما لذى وطاب من الأطعمة والابتعاد عن اللعب واللهو بتقليدا دمشقي جميل في ربع دمشق وهوها العليل وذلك ما يعرف باسم تكريزة رمضان وقد اطلق أهل دمشق على هذه النزهة اسمت تكريزة وهو الاسم المستخدم عند بعض المصريين كما تسمى عند أهل ترابلس شعبونية نسبة إلى شهر جعبان ويذهب بعضهم إلى تفسير معنى التكريزة على أنها فصحة وداع بالابتعاد عن ملاذ الحياة يعيش بعدها المرء في روحانية رمضان ويفضل دمشقيون في هذه الرحلة نوعية الأطعمة التي تختلف عما يؤكر في رمضان والتي تحتوي على زيت الزيتون كالجدرة واللوبيا والتبورة والفتوش وأكلات المقالي ولابد في النزهة من أكلات المشاوي ورغم أن هذه العادة كادت أن تنسى خلال السنوات الأخيرة بسبب انشغال الناس بتأمين مستلزمات الحياة إلا أن الكثير من أبناء دمشق أعادوا إحياءها كنوع من المحافظة على تقاليد الأبائي والأجداد بدي أرجع معك أستاذ ليلى لذكرياتك من رمضان بمحافظة ريف دمشق خصوصا وكنا قد تحدثنا في القسم الأول شوي أتيتي على ذكر أنه إلى خصوصية هذه المحافظة شو بتستعيدي من ذكرياتك بالطفولة من تقصر رمضان؟ لأن الأمانة الذكرياتي بتنقسم قسمين الطفولتي الأولى المبكرة هي كانت بدمشق الطفولتي الثانية يعني جزء الآخر كان في ريف دمشق لذلك هناك مجال للمقارنة على سبيل المثال طبعا في دمشق الطقوس أصوات الآذان أصوات المنشدين عبر المساجد يعني وجود المسحر يعني بشكل واقعي وجود جمعات الجيران وخاصة لأنهم من أماكن مختلفة يعني في القرية يختلف الوضع في الريف يختلف الوضع لا تحتاج يعني في القرية لا يوجد مسحر على سبيل المثال لا يحتاجون إلى من يقضهم على الوقت أساسا بطبيعة ابن الريف حيوي ونشيط بكل حالات في البعض بيحافظ عفوان على المقاطع أستاذ ليلا بيحافظ على هذا التقس حتى لو كان حاليا عم استيقظ نعم كالتقس من التقس رمضان يعني القنديل أيضا سكبت رمضان بعد الجامعات العائلية نعم نعم البعض يحافظ عليها كتقس رمضان تبدأ التقس قبل رمضان في الريف أيضا يعني تبدأ التقس قبل رمضان بتنظيف المنزل يعني بتبدأ التقس من عند السيدات وطبعا السيدات هي الجندي المجهول برمضان يعني قبل وأثناء وبعد وفي العيد المرأة هي التي كما تحمل كل شيء هي أيضا تحمل جمالية رمضان فيبدأ يعني يبدأ السباق والمراثون في التعزيل وتنظيف المنزل وترتيب وإعادة ترتيب ووضع اللمسات وإخراج يعني الأواني المميزة وأواني الضيافة وهي يعني هذه الأشياء تحضيرها طبعا يعني عندما يبدأ الشهر كما قلت لك يعني هناك نظام يعني خاص موضوع الاعتناء بالأطفال تدريب الأطفال على الصيام خاصة الأطفال الصغار الصغار نعم موضوع زيارة العائلة أو الإفطار الجماعي يعني هل هي منلاحظ نحن دائما نروح للأرياف في تمسك بالعادات والتقاليد بشكل أكبر من الريف ونحن بشكل أكبر من المدينة عفوا وعندما نتحدث عن الريف أيضا الريف كله إذا كانت القرية صغيرة هي تكون عائلة صغيرة نعم يعني موضوع خصوصي يعني أن الدعوة للأفطار من يبدأ من يبادل بالدعوة عند الجد الأكبر اليوم الأول مثلا من الأفطار أو اليوم الأول من رمضان يكون في العائلة العائلة الكبيرة عند كبير العائلة أو عند الجد أهل الزوج أهل الزوجة فيما بعد تبدأ يعني أيضا هذا التواتر تبادل العزاء نعم هذا بيعصم وهذا بيعصم طبعا اليوم مع الأسف يعني نحن منظر لهذه العادات والتقاليد بشيء من الألم ونحن متمنى أن تستعيد أن مجتمعنا يستعيد عافيته لأنه اليوم يعني نحن عم نحكي عن أشياء هي من الذاكرة ولكن في الذاكرة القريبة هاي الأشياء تقلصت واليوم يعني كثير من العوائل يعني أخشى أن يصبح يعني نحن عم نشوف اليوم يعني نحن بأثناء الشهر الفضيل نشوف أنه أحيانا يعني كاد يتحول إلى عبء لو ما يعني خليني قوة الإيمان وأنه الإنسان بهذا الشهر عم يعني عم بيدعي وعم بي لكن الظرف المادي هو ظرف قاهر وعم بي نس عم يعني عم بتعاني فلذلك انسجاما مع الظروف يعني تقلصت الدعوات وبدأت يعني تتحول خليني أقول زيارات بسيطة أو معايدات على وسائل التواصل الاجتماعي يعني طبعا ما عد في هاي العزايم الكبيرة وهي الصفر الضخمين لكن أبناء الريف أستاذي ليلى لم يتخلوا رغم الظرف الاقتصادي الضاغط لم يتخلوا عن موضوع مساعدة الفقير يعني وخاصة أنه العوائل اللي بتكون بحاجة هي معروفة بالنسبة لأبناء القرية يعني دائما هناك مساعدة هناك السكبة هناك يعني العيدية أيضا بالعكس بهذه الظروف زادت تعاطف مع الفقراء يعني ممكن تقلصت العزايم لكن ما ممكن إليكم فيه التفات للأسارة الفقيرة فيه تفاضل مثل ما قالتي أنا يعني أنا بتذكر أنا بدي ماشاك بتذكر أنه موضوع الصحون السكبة وهذا التنوع ويعني بالآخر بتجمع على الصفرة يعني الحارة أو كانوا بتعرفي سكنوا بيوت أكتر من أسرة تسكن ببيت كبير فتشوفي أنه فيه يعني كل حدا شو طابخ أو شو حدا تنوع بيظل الريف فيه خير وبيظل الناس فيها خير بالريف يعني كمان بيظل هذا التعاطف موجود أكيد كمان جمعيات ومجتمع الأهلي عم بينشط برمضان بحاول يسكر جزء من هاي الثغرة نحنا بنحكي أنه يعني نحنا إن شاء الله ومتأملوا أنه إن شاء الله يعني الفرج قريب نقول أنه هذا ظرف استثنائي يعني طبعا وهي فترة يعني سنوات صعبة مرت والناس إن شاء الله غير من بتزول بإذن بتعود كل العادات تعود كل التقاليد يعني بطبيعة الحال رح ترجع الناس لطبيعتها وبترجع الناس لأصلها بيمكن خلال الأزمات منشوف تعاضد تكافل اجتماعي منشوف تلاحم منشوف إحساس بالآخر بشكل أكبر وخاصة أنه يعني الريف عنا معنا خلال فترات الحرب على سوريا وخلال فترات الأزمات على سوريا يعني كان في فقد بشكل كتير كبير فمنشوف أيضا تعاضد كتير كبير من أهل الريف أستاذي ليلى بدي أحكي شوي نروح للجانب المفرح اللي هي الأكلات المعروفة أو الخاصة بريف دمشق المشروبات أو الحلويات أيضا في شيء خاص بهذه المحافظة؟ يعني في شيء بميزة عن باقي المحافظات؟ ما فيك تحكي عن ريف دمشق يعني أنا كمان سابقا شغلت منصب مدير ثقافة ريف دمشق لسنوات فبالتالي كنت على الطلاع بكل المحافظة يعني بريف دمشق يعني ما بتقدري تحكي عن ريف دمشق على أنها مكان ريف دمشق هي عبارة عن عدة مناطق هي مساحة واسعة جدا نعم مساحة واسعة خمس أو ست مناطق خليني أقول ديمغرافية ولكل منطقة خصوصيتها يعني كل منطقة إلى عاداتها إلى تقاليدها وبنفس الوقت إلها أكلاتها إلى شو الأميز يعني إذا بنا نقول تراثيا شو اللي بميز هاي المناطق؟ يعني هلأ أنت بكل منطقة مثلا إحنا لو حكينا مثلا بتقولي أنه أكلات اللبن بتصير أكتر الشيش برك على سبيل المثال بروحي باتجاه القلمون بتلاقي مثلا الصلص بلبن بتلاقي طبعا بتكتر الأشياء اللي إلي علاقة بالعجين الزلابية أو الفواشات أو يعني حتى اللزئيات إذا إلنا يعني يعني كل منطقة بتحور على حسب طبيعتها لكن يعني بيكون في حضور خليني أقول كمان للأكلات التقيلة الأكلات الكبيرة يعني في أكلات بتخبى لرمضان لشهر رمضان صحي حتى كان يعني في من العادات الجميلة أنه يخبوا مثلا بيكون مثلا التين الجوز اللوز يعني هاي الأشياء يعني في مونة خاصة لشهر رمضان فحست رمضان يعني من شالي أنه هاي يعني أنا قابلت بعض السيدات خاصة منطقة القلمون أنه يعني هاي الأشياء هي من أول موسم هاي بتقيمة هاي لشهر رمضان لضيافة رمضان بتطلع برمضان كمان بالسنوات هلأ شوي شوي يمكن إحنا بدنا نروح باتجاه الشتاء يعني في ميزة لما بيجي رمضان بالشتاء لسه كمان بيصير يعني فيه تمازج بين البيئة الطبيعة موضوع البرد فبتكتر هاي الأشياء الأكلات التقليدية تتمازج مع مع تقص رمضان ومع ليالي رمضان طيب أستاذ الكريمة إذا بدنا نحكي شوي عن الاستعداد أيضا بالريف للعيد أفي شي خاص بالاستعداد للعيد أم هو حاله حال جميع المحافظات هلأ هلأ هو الكل بيستعد يعني الصريقة لكن مكما قالت لك بالريف دائما في إلو يعني في إلو عبق مختلف على سبيل المثال موضوع الخبز هلأ هذا بيختلف مثلا على المدينة هلأ بالريف بتتفاجأي إذا أنت مثلا بالأسبوع اللي قبل قبل العيد إذا في حدا عم يبيع خبز بالأفران ما بيعود يبيعه يعني الفران ما بيعود يبيعه كان إذا يكون فيه معتمد خبز يكسد الخبز عنده ليش لأنه كل بيت بده يخبز خبزة العيد شيء اسمه خبزة العيد يعني خبزة العيد هاي شيء مختلف يعني هلأ ما بعرف حتى قبل ممكن كانوا لأنه بأثناء العيد ممكن يجي ضيوف فهني كانوا يخبزوا يوم أي يوم لا فبالعيد مثلا بده يجي ضيوف ما بتقدر تخبز بالعيد فكانت تخبز خبزة كبيرة راح هذا الوضع وصار الخبز بالأفران بس مع هذا كله ضلت خبزة العيد فهي قبل العيد طبعا اليوم الست إذا هي بتخبز بتخبز هي إذا ما بتخبز في بعض السيدات اللي بتخبز فهنا بيطعوا عنه هاي شيء بصير دور عنده يعني أنت بدك تحجزي الخبازة قبل بوقت لحتى تخبزي كمية كبيرة وهذا الخبز بده يترافق بالفطاير بطبيعة الحال السبانخ والبطاطا والكشك والأريشة وغير هاي الأشياء يعني ما بننشاهد صايمي هي بتخص الأرياف طبعا هاي بتكون هاي مترافقة مع خبز العيد يعني خبز وخبز العيد من بعد عملوا الفطاير أحيان ممكن يعملوا بعض الأكلات الحلوة اللي هي على الصاج مثل مرشم مثلا اللي هو كعك اللي محلة بالسكر ومحطط له ينسون مثلا وشمرة وملون بالكركم وبهاي الأشياء فهاي خبزة العيد هاي لحالة غسلة العيد نفس الشي كمان يعني البرادة بتكون مغسلة قبل الرمضان إتي فيتعزيلي قبل رمضان وفيتعزيلي قبل العيد أبدا قبل واثناء وبعد العيد يعني بده ترجع بده يرجع كل شي يتغسل ويتنظف والبيت عم يضوي أنت مو بس هيك أنا بتقسل جميل أنه أنت بالريف البيوت بال بعضا فأنت بتوقفي هيك على البرندة بتشوفي في حالة عامة من التالي لأي كل الفرشات تبع أهل الحارة كلهم بره يعني مثلا كلهم فاردين بطنيات البره والغراب بره فعلا للعيد تقس جميل جدا مفرح التحضير مفرح أكتر من العيد لهيك أستاذي ليلى للعيد بالأرياف دائما ميزة خاصة وخاصة الأشخاص اللي بيكونوا عايشين ضمن المدينة وأصولهم من الريف بيحرصوا على أنه يقضوا هذا العيد وتقوس وتفاصيل هذا العيد ضمن الأرياف فيه تفاصيل جميلة جدا ممكن يعيشوها وبيحافظوا عليها ضمن الأرياف أيضا اليوم خاصة يوم نحن شهدنا يعني هجرة من الريف للمدينة طبعا لأسباب قاهرة وخاصة بالسنوات الأخيرة فهي العودة بأيام العيد أول شيء العطلة فرصة أنه هنا في عطلة تاني الشيء أنه هنا بأول يوم العيد بتلتقي القرية كلها كاملة بالمسجد أو بيصالة واسعة وبتعايد بعض الناس فهن هدول اللي بيكونوا بالمدينة بيكون له سنة كاملة مو شايف أصدقاء ومو شايف أقار ومو شايف جميلة تماما بيفتقدها فهو بهذا اليوم بيشوف الكل وبيعايد الكل يعني خليني أقول بترجع بتبثك بصيص أمل نفس الحال يعني بالمقابل يعني أنا يعني بذكر أنه بالسنوات اللي بيكون حدا مثلا بضطر بيقعد بالمدينة لأي سبب بوقت العيد بشعر بالوحدة بشعر بالغربة بشعر بأنه رح يبكي أنه أنا يعني أنه أنا ما في حدفات الضيافة بقول ما حسيت عملت كعكل للعيد وعملت ضيافة وفردت قطت ضيوفه وما حدا إجا يعني ما حدا إجا عيدني أو ما حدا لهيك بيقولي ولك منفتقد لبهجة العيد فبيضل الريف فيه خصوصية وهي دعوة لحتى الريف هو سلتنا للغذاء وسلتنا حتى للعواطف وسلتنا حتى للأخلاق ولكل شي جميل فجميل أنه نحن نرجع نركز عليه ونرجع نعد له الخدمات ونعد له البريق مثل الأول حتى يكون هو الملاز تبعنا حتى لو اضطرنا نعود بالمدينة شوي لكن برجع المتنفس اللي إلنا هو دائما بالأريف سلة الغذاء تبعنا هاي الناس لما تستقر بالريف يعني هي تعطينا كل لذيذ وكل جميل أهضه الله علينا وعليك وعلى عائلتك بألف خير أستاذي ليلى صعب مدير المركز الثقافي في الميدان شكرا كتير على تواجدك وتخصيص هذا الوقت لبرنامجنا قناديل رمضان أنورتينا أهلا وسهلا فيك شكرا كتير لكم شكرا وكل رمضان وأنتم بخير أهلا وسهلا فيك أصدقاء المشاهدين خلاصة القول أن حضرات الأمم تبنى بسواعد أبنائها ولقد امتدت سواعد السوريين لكي تخلد الإبداع الحضاري في أقدم عاصمة مأهولة بالسكان والحفاظ على هذه الحضارة العريقة يقوم بالاهتمام بماضينا وتراثنا وحاضرنا ومستقبلنا العمل هو عبادة وهو جوهر الإنسان فلنعمل جميعا رمضان كريم اشتركوا في القناة